بوركتم وبوركت أوقاتكم معكم على الخواجة من المملكة الأردنية الهاشمية أنا أؤمن بأن توجه الدولة لإعطاء مناهج دينية في مؤسساتها التعليمية والأكاديمية هو توجه سليم لما في ذلك من حفظا للنفس البشرية من تشتت والضياء إذ أن الدين يشكل ركيزة من ركائز الحياة وأخلاقياته تجسد طريقا قويم للإنسان ليعيش معيشتا سويا تتم هذه الطريقة بخطة ممنهجة بحيث يعطى المحتوى الديني بالشكل الصحيح الذي يحقق الفائدة المتمثلة بتغذية الفكر وتهذيب السلوكات وتعزيز الأخلاق لدى الأفراد المعنيين وبهذا يتم ضمان نشوء أجيال لها إدراك واسع ولها مصدر موثوق من الغذاء الروحي مستمد من التوجه الدين الصحيح ومن الأمور التي تؤكد ضرورة هذا التوجه وتدعمه هي الأبحاث العلمية التي تؤكد بأن أكثر الأفراد يأسا وتشاؤما هم الأفراد الذين لا يملكون أي توجه دينيا فإنهم يعيشون حياتهم بلا هدف بل ويقبلون بنسبة كبيرة على إنهاء حياتهم بالانتحار يطول الكلام ولكنه يتمحور حول فكرة واحدة ألا وهي ضرورة إعطاء المناهج الدينية تحت مظلة المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الدولة مما يحقق الفائدة للفرد والمجتمع وشكرا ترجمة نانسي قنقر